تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب يخوض فريق قرطب الإسباني لكرة القدم مباراة ودية مع نادي الخلدية البحريني في إطار المعسكر التدريبي الذي يقيمه النادي الإسباني في مملكة البحرين ويمتد حتى الثامن عشر من يناير الجاري حيث سيلعب يوم الجمعة مع نادي الخلدية ثم مع نادي الرفاع يوم الاثنين القادم وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن تواجد فريق قرطب الإسباني بطل كأس الاتحاد الإسباني في البحرين لإقامة معسكر تدريبي يمثل حدثا رياضيا بارزا مهما لمملكة البحرين باعتبارها باتت وجهة مفضلة لاستضافة الفرق والمنتخبات لما توفره المملكة من بيئة مثالية لإنجاح تجمعات تلك الفرق الأمر الذي يؤكد مكانة مملكة البحرين في دورها الحيوي والمهم في الرياضة والذي يحظى برعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه واهتمامي ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وقال سموه أن تواجد فريق قرطب الإسباني في مملكة البحرين يعد مكسبا كبيرا وذلك بهدف الترويج لمملكة البحرين وما حققته من إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة ومن بينها الجانب الرياضي كما أن تواجد الفريق ذو الشعبية الكبيرة سيكون جانبا مهما في تسليط الضوء على مملكة البحرين باعتبارها حاضنا ومستقبلا لكافة الفرق والأحداث الرياضية بالإضافة إلى إمكانيات المملكة التي توفرها لتلك الفرق وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تقديره للجهود البارزة التي يبذلها رئيس وأعضاء النادي قرطباء الإسباني في تحقيق الأهداف التي وضعها مجلس الإدارة مع فرق النادي والهدفة إلى تأكيد مكانة النادي في كرة القدم الإسبانية